في هذا الدكان البسيط الذي تحكي جدرانه مهنة أجداده تتواردوها لما يفوق قرنا من الزمن لا يزال الشاب عبد الحميد يصون وصية والده الراحل المتمثل في المحافظة على مهنة طحن الحبوب في مطحنة تعود إلى العهد الاستعماري كل من هذه سأبن عن جد 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 تنسنا هنا في المهنة المهنة شاقة حلوة يقولون القمح وش عرص عربي ترحيل النس أنهم يمتعون وكل معناه من أمراض الجهاز الحضمي المثال لكم الحل ونقم حول القمح يمتعون القمح مطحون كامل ولا يمتعون بالنقالة في أن تنسى والشعير وليت الناس كله لهم وليدي المتوفي رحمهم الله وبقي يمتمسكين بهذا الورث هذا تعالي القمح باش يرحيها لي خدمها لي روينا يسمعهم اللي يبقوا هنا يخدموا هذه الحواجهة وحنا رأينا نتعاملهم معهم كل ما نجيوا لهنا وجوهم من المناطق كل الورثوا عنا إجدادهم أباهم وإجدادهم وبقوا يمتمسكين بها إلى يومنا هذا وفي وقت شهدت فيه الأسعار ارتفاعا أبقى عبد الحميد على الأسعار السابقة بنفس خطى والده بمبلغ لا يتعدى 70 دنارا أو ما يقابل ذلك من قمح أو شعير يؤكد محمد استمراريته في هذه المهنة التي احترفها منذ أكثر من 27 سنة ويعتبرها بركة يتوجب المحافظة عليها ترجمة نانسي قنقر